بسم الله الرحمن الرحيم 2.5 اللي هو الموليكولز and آيونز الجزيئات والآيونات أول شي لازم نحط في بالنا أن النوبل قازز الغازات النبيلة exist in nature توجد في الطبيعة as single atoms يعني كل ذرة بروحها they are called monoatomic gases قلنا من قبل أنه مونو يعني واحد يعني غازات وحادية الذرة ليش؟ ما نلقاهم سوية مركب شذي لأ إنما نلقاها بروحها HE أو NE إلى آخره الموليكول is an aggregate of at least two atoms تمام يتكون من على الأقل ذرتين in a definite arrangement يعني في ترتيب محكم ثابت held together by chemical forces by chemical bonds تربطهم الروابط الكيميائية تمام molecule is a compound هالكلام صح؟ لا a compound is formed by two different elements or more بمعنى بمعنى أن compound اللي هو المركب يتكون من جزيئات صح تكون من molecules لكن هل كل الموليكول تعتبر compounds؟ لا أنا عندي هذا هذا compound عدل أو معدل ويعتبر وحدته molecule يعني الكلام طيب لكن هذا هذا compound لا هو الله مو compound لأنه يتكون من عنصر واحد لكن هل هو الموليكول؟ اي نعم موليكول ليش؟ لأنه في هيدروجينتين بينهم رابطة ساهمية صح؟ إذن هذا يعتبر جزيء يعتبر molecule إذن every compound ممكن أن يكون molecule لكن مو شرط كل موليكول بالدنيا يكون compound أحيانا يكون element molecules are neutral يعني لا هي موجبة ولا هي سالبة وإنما هي شنو neutral في عندنا شي يسمى diatomic molecules di يعني ثنائي تمام إذن جزيئات ثنائية الذرة contains only two atoms تحتوي على ذرتين فقط مثل N2O2F2 إلى آخر وكذلك هذي يعتبرون diatomic molecules فيهم ذرتين في polyatomic molecules قلنا poly يعني متعدد contains more than two يعني فيها ثلاث أربع ذرات مثل هذه فيها ثلاث هذه فيها ثلاث هذه فيها أربع تعال خلناخذ أمثلة الـ He هذا اللي هو الهيليوم يعتبر element ولا compound يعتبر element يتكون من شنو يتكون من atoms ليش من atoms لأنه تلقى كل الهي بروحها ما تلقى molecules هالشكل تمام إذن يتكون من atoms عندك الBR2 اللي هو البروم هذا البروم من جماعة الخير يعتبر element ليش element لأنه يتكون من ذرات عنصر واحد وليس عنصرين نزين يسمونها diatomic molecule وحدته وحدته consists of يعني يتكون من diatomic molecules يعني تلقى دايما بي آر 2 و بي آر 2 ثانية و بي آر 2 ثانية ما تلقى بي آر بروح حماشية هذي مو موجودة داخل هذا العنصر الـ O3 يعتبر أيضا element ليش element لأنه يتكون من عنصر واحد اللي هو بس الأكسجين شنو وحدته شي يتكون منه يتكون من جزيئات متعددة الذرات اللي هو polyatomic molecules فتلقى O3 طاير هنا و O3 طاير يم و O3 طاير هنا و O3 طاير ما تلقى O2 ما تلقى O دائما O3 هذا element لا مو element ليش مو element لأنه فيه كربون وفيه أكسجين نوعين من العناصر فيسمونه compound يحتوي على نوعين من العناصر يصير مركب compound شنو الوحدة مالتش يتكون منه تلاحظ أن هذا جزيئ فيه كم ذرة ذرتين يعني diatomic molecule جزيئ ثنائي الذرة ال NH3 هذا يعتبر element compound compound ليش compound فيه نوعين من الذرات النيتروجين والهيدروجين يعتبر polyatomic molecule ليش polyatomic لأنه فيه أكثر من ذرتين فيه أربع ذرات خلنتكلم على ionic compounds هي تتكون من formed from cations and anions ندري أن NaCl مركب ionي هذا Cl minus وهذا Na plus plus و صغ وبعض لأن الموجب يجذب السالب لتكون ionic compound عشان أكون ionic compound a metal loses elektron becomes cation الفلز يفقد شنو elektron عشان يصير cation نفس هذا and anion metal gains elektron becomes anion وبعدين السالب يجذب الموجب يصير عندي ionic compound النوع الثاني من compound اللي هو molecular اللي تكون من molecules نفس اللي شفناهم قبل شوي في روابط تساهمية سموناها covalent فهو covalent أو molecular compound tonen metals أو metalloids share two or four or six elektron ما كو ترانسفير elektron تذكرون هذا الكلام يعني هذا بس حق التذكير مو ويانا هني بالمنهج حيل في 110 يمكن في 101 معانا تمام يشتركون ويصير عندي شدي هذي يسمونا covalent compound أو molecular compound في رابطة تساهمية تمام من أمثلته طبعا O2 لأن O2 قال شدي ومن أمثلته N2 لأن N2 قال شدي هني قادي يسألني يقول لي which of the following compounds is likely to be molecular يعني احتمال كبير إن يكون شنو molecular يعني جزيئي وليس ion هذا ندري إن ion I موجب F سالب صح وهذا ندري إن ion K P C P P 2 2 L L minus من بقي هذا الحبيب ليش لأن البورون شنو ندري عنكم والله انتو اش رايكم البورون موجب صح البورون دايما نشوفه موجب شذي والهيدروجين ايضا موجب ما اللي بيفقد ما اللي بيكسب لازم واحد موجب واحد سالب معناتها هذا شنو موليكيلر احني يقول لي which of the following compounds is likely to be ايوني يعني احتمال كبير يكون ايوني اش رايكم ايوني يعني انا ادور موجب وسالب واضحة من بعيد هذا موجب وهذا سالب خالصة السالب احني يقول لي which elements are most likely to form ايونيك منو العناصر اللي احتمال كبير يسوون ايونيك كومباون انا اعبي متل ونان متل عشان واحد يفقد الالكترون واحد غينز الالكترون فانا لما ادور راح الاجرب حق الاجابة اللي هي متلز اند هالوجينز ليش؟ لان المتلز دايمان يفقدهم يفقد الالكترون فيصيرون موجبين والهالوجينز دايمان فيصيرون سالبين موجب وسالب يعطيني ايونيك كومباوند اقول لي هني which of these pairs of elements اي من هذي الازواج من العناصر سيكون ايونيك كومباوند ايونيك كومباوند منو اللي ممكن يسوي ايونيك كومباوند انا ابي واحد فلز واحد لا فلز واحد متل واحد نان متل عشان يعطيني موجب وسالب من اغلب الظن انه هذي ليش؟ لان الا او انا دايما اشوفها صالب صح يعني نان متل والز ان انا دايما اشوفها موجب يعني متل وهذا الادا اجتمع وسوالي عيونيك كومباوند اقول لي هني which of the following describes the molecule CO carbon monoxide هذا اسمه بالانجليزي carbon monoxide اداية atomic molecule يعتبر في ذرتين المولكول هذا containing atoms of the same element يحتوي الى ذرات من نفس النوع من نفس العنصر غلط لانه هذي كربون وهذي اكسجين ما يصلح الكلام هذا same element اداية atomic molecule هو اداية atomic molecule containing atoms of different elements فعلا هذا كلام صحيح لانه يحتوي على ذرة من الكربون وذرة من الاكسجين polyatomic molecule لا هذا مو polyatomic molecule polyatomic يعني فيه ثلاث ذرات وطالع اما هذا فيه ذرتين فقط وهذا يقول polyatomic ايضا غلط هني يقول لي common examples of diatomic molecules امثلة شائعة من diatomic molecules اللي هي فيها ذرتين from group 7 7A elements include 7A اللي هما الهلوجينات صح؟ منو يا جماعة الخير؟ اهني يقول لي الفلور والهيدروجين الهيدروجين ب7A غلط وين مجموعة 7A؟ النيتروجين في 7A غلط مو موجود الرصاص والاكسجين مو في 7A ولكن الكلور البروم واليود اذا هذي هي الاجابة الصحيحة يا رب تكونوا استفدتا والحمد الله يا رب العالمين موسيقى